معاينا اقول فقرة النهاردة صباح الرياضة مع كابتن احمد مجاهد مجاهز لنا تامرينات صباحية تعالوا نشوف مع بعض كابتن احمد مجاهد مجاهز لنا ايه ونرجع تاني نكمل صباح القاهرة خليكم معاينا شاهدين صباح الخير عليكم اهلا وسهلا بكم في الفقرة الرياضية برنامجكم صباح القاهرة نهاردة عندنا مجموعة من التمارير على التريدميل او المشاية الكهربائية وبالمناسبة مش شرط يكون لازم عندي تريدميل او مشاية كهربائية زي دي عشان اقدر اعمل الجري بتاعي او ان انا ابتدي افكد وزن او ان انا ابتدي اعمل عملية تنشيف ممكن انا استخدم جدا الجري اللي هو الطبيعي عادي اني ننزل الصبح مثلا انا اجري على الكرنيش او في اي مكان نادي رياضي دي برضو بتبقى حاجة كويسة النهاردة هنوريكم الجري بطريقة مختلفة تمرين اسمه الهيت اكسرسايز الهيت اكسرسايز ده من اسرع الطرق اللي هي بتحرق الدهوم بطريقة سريعة بمعنى ان انا بدل مععد نص ساعة او ساعة لربع على تريدميل مسلا ماشي او جري او اين كان السرعة بتاعتي لا انا ممكن في خلال ربع ساعة ربع ساعة ماكسيموم اجيب نفس الريزولت نفس النتيجة بالزبط من عملية حرق الكالوريس وحرق الدهوم تعالوا نشوف مع بعض ازاي التمرين ونرجع تاني عقب لوقع الموضوع اول حاجة ان انا لازم طبعا بكون عامل الستريت شاب بتاعتي كويس جدا قبل ما ابتدي افتح التمرين ده ولازم اكون يعني ادفانس يعني دي مش اول تمرينة لي عشان ابتدي نشوف مع بعض كده التمرين رجلي بتبقى برا الجهاز وببتدي اشغل الجهاز السرعة في الاول بنراعي ان هي بتكون ماشي بيكون متوسط لا بطيق قوي ولا سريع قوي وفي نفس الوقت الجري بتاعي بيكون سرعة الدعم الروتين يعني انا ده وقتش سرعة خمسة وهاخد ماشي سريع هعمله دقيقة ماشي ودقيقة تانية بتكون جارج وارجع تانية دقيقة ماشي ودقيقة تكون جارج نزام زجزاج بلعب في معدلات نبضات القلب فبالتالي بيدخ الدم بطريقة اكتر عشوائية وبيكون اسرع فيبتدي يزود موضوع حرق الدهون يلا نبدأ مع بعض ونشوف التمرين اول حاجة ده الماشي بابتدي ازبط الطايم بتاعي ان انا بعد دقيقة ازود السرعة بتاعتي مش لازم الناس اللي هي بتعمل سرعة سريعة او اول ما تبدأ واحدة واحدة بيكون كويس بعد دقيقة بالزبط ببتدي ازبط للجارج جاهزين؟ يلا مع بعض بنبتدي نعمل الجارج بتاعي ده برضو بيكون لمدة دقيقة مش شكل جوان مش لازم السرعة اللي هي بتكون اوور قوي لان انا المفروض ببتدي جرادوال يعني واحدة واحدة ببتدي ان انا بتشتغل على الجهاز بعد ما تعدي دقيقة هنزل تاني السرعة بتاعتي اللي هي الخفيفة او هنشايف ناس بتقول له احنا ابتدينا نحس بالتعب من اول مرة دي حاجة بتبقى كويسة هاخد نفس وبستعد للسرعة الاسرع ثلاثة اتنين واحد بوقفو هه يلا مع بعض احسن شباب احسن شباب الوز السرعة تاني حاجة جميلة خالص والله التمرين دوت لو مشين عليه هيجيب نتيجة جميلة جدا لو انا برضو بجري في الشارع ممكن يبقى معلق اللي استفوتش معايا عندي دقيقة بجري ودقيقة بيكون ماشي سريع زي ما انا شغال دلوقتي دي هتبقى نتيجة اسرع واحسن وده بمناسبة دخول فصل الصيف في نهاية حلقتنا اتمنى يكون موضوع الحلقة اعجابكم انسوش اتفرجوا حلقتنا اللي فاتت وتعملوا التمرين دي مش سامنونا في حلقات تانية اجمل واحلى على برنامجكم صباح القاهرة ارجعنا لكم مشاهدينا ودايما بفكر كابتن احمد مجاهد دي مش نهاية حلقتنا دي بداية حلقتنا هي بس نهاية الفقرة وجدد ناشوتك دي كانت نهاية الفقرة مع كابتن احمد مجاهد اللي بنشكره طبعا ودايما منورنا على شاشة قناة القاهرة خلاص بقى زميل معانا كابتن احمد مجاهد خلاص بيقدم معانا الجرنامج دايما ديف دائم معانا ودايما بيقولنا حاجات ونصايح كتير مهمة ومفيدة نشكره طبعا على تواجده معانا على طول الصباح القاهرة احنا داتي حنطلع مشاهدينا بنتابع محضراتكو حالة الاسواق الاسعار مدى طبعا